دكتور عبدالن العمارة قيمة وقامة كبيرة قوي في عالم الرياضة والسياسة لو قلت لك عاوز توجه جسال لوقتي لمحمد صلاح حتى نصنحوا بيها على اللي حصل لفترة فتها تقوله ايه وانت حركة بس للكاميرا كده دكتور لا ما أنا أنا كتبتله ده دي بقى لايف لا ما أنا أنا لا بقولك يعني أنا كتبتله كلمة جميلة جدا بعمل حاجة اسمها فتفوت الكروية في المقالة الصغيرة جدا كتبتله كده لا كرامة للنبي في بلدي بأنه هو مش نبي طبعا لا لا طبعا سياد لكن محمد صلاح لازم الناس اللي قلت أدبه عليه وشتمته وهجمته انا مش فاهم يا أخي أنا واستغرب والله اراك في الإعلام الرياضي يا دكتور بس الأول يقول يا جسالة لمحمد صلاح الإعلام الرياضي لا تقدر أقول زي أنا عايز زي أميها كانوا اشتموني قول زي ما انت عايز لات سمك لابا تمريندي لا لا طبعا انت شوف دكتور مصاب انت ثقفت نفسك وخدت دكتوراه لازم الناس ثقف نفسها أنا أنا أخدت مجلسير وأنا محافظ خدت دكتوراه وأنا وزير لا دخالي دي على جنب دلت لا لا ودرست في جنب دلت اشتملت على نفسك اه طبعا فهي ايو ده اللي انت بتقوله فصلاح اشتغل على نفسه مين بقى من اللي طرق اشتغل على نفسه ولا حد مش شوف حد انت شاف ان محمد صلاحك كرم بالصورة لا اللائقة لا يعني انا انا اذا بقولك انا نفسي في بعض الشخصات العالمية بتمنى يعني ميريكل مثلا بتاعت المانيا موقفها مع المهاجرين والناس اللي حربوا كلام ده كله كتبت لها مرتين يا جماعة دوها زي ذات نوبل استحقها يعني وانا وانا مش مش الماني يعني نعم فهو محمد صلاحك بغريبة كله ما بيجبر كله لديه اكثر من ذلك عنده اكثر طبعا طبعا ثانيا احنا عملنا له ايه ولا حاجة ما اتحده كله طلع الناس فيه خدش وسام تالي خدش وسام خدش وسام خدش وسام نعم خدش وسام نعم مش كده اللي هو عمله الاسم الكبير لمصر ده برة وانت ما بتبقى فيه ابهار من الناس برة بمحمد صلاحك يعني اتحده تلك كدير دينا مثلا بتاع متين وسام للعيبة نص نص طبعا يعني انتشاب من اسم محمد صلاح لازم يتكرم تكريمك طبعا لازم تكرم تكرم وبعدين موقفه كمان بيتبرع قلته لاا حاجة حاجة جميلة لاا حاجة جميلة طيب برضو انا لسه بتكلم في الأمة اللا افريقية بعد كده هاجيع بقى ايه لمشوار حياتك يا دكتور انت سنة تمانية وتسعين في بوركينا فاسو وكان الكابتن جاهري ومدربين كتير جدا وكل الكابتن جاهري كان بتحارب وانت وقفت معا ايه الكواليس بتاعت بوركينا فاسو شوف انا كان فيه بيني وبين الله يرحمه دكتور بن زوري خلاف شديد جدا والاسباب يعني حتى انا عمرة ما كنت بتقوله اخد كنت محافظ انا كنت محافظ انت بيت ريس وزارة يعني ايه الهكاية كان فيه خلاف يعني مهم في الفترة دي بدأوا يستلطوا بالاعلام ان هو يتكلم وحش على فرر المنتخب مصر وعارك جاهري تعرف كان شارلوك جاهري وانا رجعت وكلمت الرئاس مباركة الله يرحمه الله يرحمه وكلمني قال لي رجعه زي ما انت عايز فرجعت وتاني مسك المنتخب اللي هو مسك بعدية معايا في الفترة التانية هي تبنى وتسعين جاهري ده كمان حكاية ده ما فيه كواليس الناس عايزوا تعرفها عن البولة جواري حديك نموذج واحد كنا عاملين الدورة العربية في دولة ما فانا اقترعت لبنان لاني كانت لسه تطلع من الحرب بقالها عايزت وقفها على حيلها بقى يعني حطاها ضمن العرب وبعدين بقى راحي دولة العربية كلها تلعب وتعمل وتعرف لبنان حتى حلوين الناس جميلة طبعا فكلمت الامير فيصل ارحمه من اعظم الناس قابلتها وزير كان وزير فياضة شخصية لا يكرر طبعا فقال لي طيب قال لي طب هعرض ابوه كان الملك فهد ساعته عرض عليه وانا كلمت الرئيس مبارك فقال لي طبعا كويسة فكرة كويسة جدا وهما الاثنين برئيس مبارك مع الملك فهد بتقفق وكده وبدأنا نعمل يعني شوف الريال ده بتجمع حتى في السياسة في كل شيء اه طبعا الدورة افريقية الملك فهد ده بعتلي يكلمني بيها واحنا عاديين في الملعب ده لعب الافريقية اه احنا عاديين في المعلب الراس مبارك قال لي الملك فهد عايز يكلمك اه وبعت له شريط الارد شريط الارد اصلي كانت حاجة جامدة اه حاجة جامدة فالمهم ان انا ايه اه كان لازم ادي كورة طبعا جبت الجهري قال لي مش سافر لا يمكن يا كابتن محمود يا كابتن محمود ده ظرف دولة عربية ومن قاعدة قال لي لا لا يمكن ألعب الجدوة اللي مش عافية بتاعه كان حرب رئيس الاتحاد ايوة بعدت جبت حرب تعاست له حرب اخنع جهري معايا وما مشي مختنعش ومشي كابتن جهري اه شوفوا الاسرار ايوة بعدين قلت تطلبه تاني طلبته تاني وجبته انت كنت شاف ايه بقى في الكابتن جهري للفترة دي لا لا انت عايز الشخصيات دي تدير مصر يا مصطفى عايز ناس قوية انا مسيطر انا مش يعني والله العظيم بس انا انا قدمت خاله في مكتب جنزولي ومكتب رئيس مبارك وواقعة موجودة يعني فانت انت عايز انت عايز ناس مش خدمين فاهم عايز ناس قوية وايه انا كنت والله يقول لهم كده الرئيس الوزارة اقول له انا بضع حلو عايزيني عايزيني مش عايزيني مع السلام فانت انت جهري كانت شخص قوي على لعبته وبيحبوه هو جديد على لعبته وبيحبوه مش عاوزه كلام انت ما حضرتوش يا مصطفى لا حضرتك كانت جهري انا خدنا معاه هو اللي رجعني تاني بعد ما كنت عالا ايه كان قلبين عليك 82 رجعنا وخدنا بتوتقومة افريقية ايه افريقية ايه افريقية ايه افريقية ايه صح صح لا كابتن جهري بسم الله ما شاهده الله شخصية كان حاجة شخصية قوية في المعب يعني شخصية ما تقررش وكل اللي عبه كلها كانت بتحبه ما انا بقولك حاجة غريبة جده ما هو بقى كليه اسلوب كده معانا كده حاجة لا يعني ظابط وبعد شوية بقى مدني شغل عليك ظابط وبعد شوية بقى مدني يا حب انت رجعته بقى انت تاني رجعته طبعا رجعته ومسك بقى فهو بقى مرضيش خالص فانا جبته بقى جبته تاني اقلعته ازاي كانت بقى مدني؟ لا يعني جبته هو كان فيه فيه تعاطف بيني وبيني وانه هو حاس ان انا بقى بقى بجنبه وبقى ساعده والكلام بتاعه وكان فيه برضو علاقات الشخصية ومهم مع مصطفى انك اكيد طبعا اكيد بقى دي فطبع كابتن جوهري يعني مش لطيفة وهتحرق البالك والرأس مبارك قال لي طب خلاص اروح بالفرقة التانية قالتو روح يا سيزة ما انت عايز بس يروح روحنا بقى كسبنا دابل كيك بتاع السامتة اه كدنا بجول العالمي وهو بقى فرحان اطوله شفت بقى ديك خدت دورة اه اه رجع بقى يعني دلواقع اه ميسج بقى منتخب كمل مع المنتخب في بوركينا فاسو سنة اه اه من روحنا بقى بوركينا فاسو طلعت بقى كل البلد من الرأي العام زي ما هو دلوقتي يا بقى بتاعه واخد بالك هو هوجم هوجن زوري بقى كان ده هو كمان قال ان انا بش اه انا هنسافر لا ده انا متفق معاه لا ده اتفاق طبعا ده اول حاجة هو بارش يقولها لا ده اسمعه اصرار لم ما اسمعه ايش قبل كده ما دتش احاق للناس بقى انه لا هو جنزوري حسوا حسوا انهم بكره وكانش بيحب سامير زهر جنزوري وكانش بيحبني لكن احنا عايزين نمشي فقالتولي ايش بقى جهري انا متفاعل ان الجيل دول كان ولاد انا في الاولمبي حازم امامه سطر المجموع الحلوة السغره دي كلها انا طلعت بيها مع كرول مزبوط فقالتولي اقولك ايه احنا نعلن بقى ايه ان احنا الدنيا منيلا ومش عارف ايه بتاع بس انا بقولك هتاخد الدور اه فبدأ نعلن ونعمل انا لو طلعنا ال 13 يبقى كويس يبقى كويس اه بس وبعدين بقى بدأنا ان يا دكتور جمال يا دكتور كامير قابل للعيبة قابل سامير زهر لا قابلها اه انا اقولك بقى عامل ايه بعدها اه ترفع الروح معنا وي بتاعتم يعني برضو قابل للعيبة مكتبة في مجلس الوزر قابل سامير زهر يقول لها ما قابلوش طب ليه؟ طب مين يا دكتور هو كان فاهم نفسه انه فاهم كرة قوي سيقولك مش انت عب سطار عب سطار لونه غامق شوية يطلع مثلا واحد عشقر مثلا فالمهم انه ايه ان احنا روحنا وربنا كرمنا بالليل لما نتيغ طلقت طلبني في التليفون مقاليش مبروك بقى ولا حاجة لان انا بقى كنت ابدل جهر فلوس العيال من عندي من غير ما يعرف هو واخد بالك ويعني حاجات كتير خدمات اللي انت عارفها دي الوقت عايز مشكلة مش عارف ايه بتاع كلام ده كنت ابدل حاجات دي مطلوبة اصلاها طبعا انا لا ما انا رياضي اصلا يعني وبني ادم كمان قال يا سيادة الوزير تورو امر خير انا بقى ايه؟ عايز بقى ادوس انا اه قال لي طب ايش مبروك مثلا ولا حاجة ولا بتاع ده كان قافل بقى من ناحيتك لأ ولك اخناقة كبيرة يعني قديمت استخاله والله ورقة مكتوبة عندي اللي قد دلوقت الدهالي هو بعد كده قال طلو قال لا ارحمه ايش بغلط فيه وراجل تل مخترم وراجل فاضل دهان يعني اه فقال الرأس على الناس ويجوا ويجوا اندهار ده او بكر الصبح اشتركوا في القناة